شكر رئيس وزراء إسرائيل يعير لبيد بريطانيا وفرنسا وألمانيا على ما وصفه بالموقف الحازم في المفاوضات النووية مع إيران مضيفا أن هناك علامات مشجعة على نجاح حملة إسرائيل لمنع الاتفاق النووي ووقف رفع العقوبات عن إيران وضف رئيس وزراء إسرائيل نتال أبيب زودت الأوروبيين بمعلومات استخباراتية عن الأنشطة النووية الإيرانية يعير لبيد قال إن إسرائيل تعمل على منع إيران من تأسيس قواعد إرهابية في المنطقة خاصة في سوريا متعهدن بأن بلاده لن تسمح بأن تكون سوريا محورا لنقل السلح إلى تنظيمات الإرهابية أو إقامت قواعد إيرانية أو للמילישيات على حدودهم الشمالية במקביל פועלת إسرائيل כדי למנוע מאיראן להקים בסיסי טרור ברחבי המזרח התיכון בעיקר בסوريا אני רוצה להדגיש מפה ישראל לא תסכים שסוריה תשמש ציר העברת נשק לארגוני טרור ולא תקבל הקמת בסיסים איראניים או בסיסי מיליציות על גבולנו הצפוני בעקבות האמריקאים אתמול הדיעו מדינות אירופה שהסכם הגרעיני עם איראן אינו עומד להיחתם תיקי החקירה הפתוחים של איראן בסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית אינם עומדים להיסגר אני מודה לצרפת בריטניה וגרמניה לעמדה הנחצת שלהם בנושא בחודשים האחרונים ניהלנו איתם דיאלוג שקט אינטנסיבי הונח בפני מידע מודיעיני עדכני על הפעילות האיראנית באתרי הגרעין אחר הצהריים אצל לגרמניה ניפגש עם הקאנצלר אולף שולץ מטרת הביקור היא תאום עמדות בנושא תוכנית הגרעין וסיכום פרטים אחרונים במסמך שיתוף פעולה אסטרטגי קלקלי ובית חוני שאנחנו עומדים לחתוםית المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني كان وصف البيان الغרبي حول تعثر الاتفاق النووي مع طهران بغير البناء مطالبا فرنسا وألمانيا وبريطانيا بدور أكثر فعالية فيما يتعلق بتقديم حلول لإنهاء الخلافات القليلة المتبقية المتحدث الإيراني قال إنه إذا استمر النهج الغרبي على هذا الطريق فإن على الدول الأوروبية الثلاث تحمل المسئولية عن عواقبه مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا اعتبر أن بيان الثلاثي الأوروبي جاء في توقيت خاطئ وفي لحظة بالغة الأهمية في مفاوضات فيينا بحسب تعبيره في رده على سؤال للحدث حول الموقف الروسي الذي رأى أن البيان الأوروبي حول النووي الإيراني جاء في توقيت خاطئ وبالغ الحساسية قال رئيس المركز الثقافي الروسي العربي مسلم شعيتو أن ما يقلق روسيا هو أن الدول الأوروبية تتخلى عن سيادتها لخدمة الرؤية الأمريكية الرامية إلى انخلاط طهران في برنامج العقوبات الذي تفرضه واشنطن على موسكو الذي يقلق روسيا أن الدول الأوروبية تتخلى دائماً عن سيادتها وتلتزم ما تمليه الولايات المتحدة عليهم الموقف الأوروبي هو تعبير سياسي عما يجول في الخلفية الأمريكية من حيث أن الولايات المتحدة تسعى من أجل انخراط إيران مع الولايات المتحدة ضد روسيا بعقوبات وبمقاطعة من أجل كسب الحرب التي تقوم بها في أوكرانيا أو لاحقاً الحرب في منطقة تايوان ضد الصين هذه المواقف الأمريكية التي استضمت بقرار سيادي إيراني أن إيران هي التي تقرر على كارتها في الدول ولا تملي عليها أي دولة أخرى والاتفاق النووي منفصل تماماً عن مسألة العقوبات والمواقف المسبقة ضد روسيا والاتفاق النووي كان كدبو حسابه كل التفاصيل التي أعلنت عنها الترويكا الأوروبية خاصة في مسألة أن منظمة الطاقة الدولية يجب أن تراكب نتيجة لوجود بعض آثار الأورانيوم كل ذلك هي أعذار سياسية روسيا تعتقد وتعتبر أن ذلك من أجل إعاقة الاتفاق النووي الإيراني ضغطاً على إيران للانخراط بالعملية السياسية السفير الأمريكي في المنامة ستيفان بونتي طالب إيران بعدما تدخل في شؤون الدول الصديقة للولايات المتحدة ومنها البحرين وذلك كما نقلت صحيفة الأيام البحرينية السفير الأمريكي وصف إيران بأنها مثال واضح على نظام لا يلتزم بالقواعد الدولية التي تلتزم بها الدول وفيما يخص مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني قالا أن المحاولات جارية لجعل إيران تتمثل لمتطلبات خطة العمل الشام ملاء المشتركة الموقعة عام 2015 وذلك لإزالة تهديد الكبير عن طاولة التفاوض المحاولات جارية وليس جارية السفير الأمريكي الذي وصف إيران بأنها تهديد دائم قال إن على طهران الإدراك بألا دورة لها في الشأن الداخلي العراقي وعليها ترك العراقيين يحكمون بلادهم من لندن ينضمي لنا الدكتور نبيل الحيدري الكاتب المتخصص في الشأن الإيراني مرحبا بك يا دكتور نبيل كل الأخبار التي ترد تشي بأن الجانب الأمريكي وقف عند خطوة ولم يتقدم أكثر إلى أي حد هذا الأمر صحيح وفيما إذا كان لإسرائيل دور في منع إدارة بايدن أو على الأقل نصحها بأن لا توقع الاتفاق الآن شكرا جزيلا لك أستاذ حسين ولقناة الحدث وتحية للمشاهدين الكرام بالضبط كما تفضلت الآن هي حقيقة واقفة في منتصف الطريق وحقيقة أحد الأسباب هو طبعا التأثير الإسرائيلي وما خلفه هو تقرير الموساد رئيس الموساد قد قدم إلى أمريكا أنه أين وصلت إيران في تخصيب اليورانيوم كيف أنها غير سلمية الأماكن الكثيرة التي هي تخفي حتى المواقع النووية فإذن هو يكشف أنه قضايا سرية كثيرة كما تعلم أستاذ حسين أنه إسرائيل هي أكثر بلد استطاع أن يخترق إيران وخصوصا للموساد سواء كان بقتل المسؤولين أو بوجود عملاء حتى إيران نفسها اتهمت قيادات بالحرس الثويب بالعمالة لإسرائيل وهرب 30 شخصية إلى تركيا من قيادات الحرس بتهمة العمالة لإسرائيل والآن هم في السجون الإيراني هناك شخصيات متهمة بالعمالة لإسرائيل حتى أحمد النجاة اتهم مسؤول الاستخبارات بالعمالة لإسرائيل هذا النقطة الثانية هي حقيقة تقرير الوكالة الدولية الوكالة هي المنظمة الرسمية التي تراقب إيران وهي تعلم أنه 27 كاميرا أغلقتها إيران يعني 40% من الكاميرات نحن لا نعلم أين وصلت إيران في تخصيب اليورانيوم والتقرير جاء أنه إيران وصلت أكثر من 19 ضعف أنها ليست سلمية أنها لم تكشف عن هذه المواقع التي سألت المواقع النووية لماذا تركز إيران على هذه النقطة يا دكتور نبيل؟ أولويات كثيرة دائما تطرحها طهران ولكن مسألة عدم فتح ملف التفتيش للوكالة الدولية وآثار اليورانيوم يبدو أنه السر الذي لم يرد المسؤولون الإيرانيون أن يظهر للعلن؟ بالضبط أنا أذكرك سيد حسين في 2015 أيضا كانت المواقع النووية غير الترب بها وإيران أجبرت أمريكا أوباما ذلك الوقت على حذف هذه المواقع من تخريرها وأوباما حقيقة وافق ذلك الوقت فهي تتوقع أنه الآن تقدر لماذا؟ لأنه هذا يكشف حقيقة النظام يكشف أن إيران ليست سلمية تسعى للوصول إلى القنبلة النووية تكذب في هذه المواقع عندها مواقع أخرى وعلى مستوى عالي يعني تعلم عندما ذهبت الوكالة الدولية إلى هذه المواقع حاولت أن تخفيها ولكن من خلال أجهزتها وجدت أن هذا كل كذب حتى في الهواء حتى في الآثار فإذن إيران يعني هي تكذب يعني لا تلتزم ولذلك هي تحاول أن هذا الشيء يعني هذا الشيء الذي يراقبها يثبت أنها كذب يثبت أن لها مواقع نووية بتخصيب يوانيا معالي وهي لا تكشف عنها فهذا السبب نفسه قبيل 2015 لو تواجع أنها كانت تضغط على نفس هذه النقطة وعندما وافقه حصل الانتفاق فإذن هذه النقطة هي تكشف حقيقة النظام تكشف مغاوغة النظام للنظام الدولي وأنها هي تسعى لذلك أنه لا أحد يعلم الآن إلى أين وصلت هذه هي الحقيقة يعني نعم تقول طهران كذلك بردها على البيان الثلاثي يا دكتور نبيل بأنه خدمة لإسرائيل يعني كيف يفسر هذا إذا كانت الدول الأوروبية طوال الفترة الماضية تعمل بحماس كبير من أجل توقيع هذا الاتفاق في الواقع لأنه إسرائيل هي الوحيدة التي كشفتها إسرائيل هي الوحيدة التي اختوقت وأخذت الملافات النووية إسرائيل هي الوحيدة التي دخلت إلى عقر آراك وناتانز وفوردو وكشفت كل ما يجري فيها إسرائيل هي الوحيدة التي عملت الهجوم السبراني على مواقع مثل نتانز وفوردو إسرائيل هي الوحيدة التي قتلت فخري زاد وحسن صياد إذن إسرائيل هي القريبة والعارفة بكل الشؤون الإيرانية لذلك إيران عندما تقول الوكالة تتهمها بالارتباط بإسرائيل طبعاً وكالة مستقلة ولكن عندما تأتيها الوكالة تقارير وهي تأتي للفحص وتجد أن هذه حقيقة إيران هي طبيعتها اتهام بالمؤامرة للآخرين المؤامرة لإسرائيل وميكا أعود بك بالدقيقة المتبقية دكتور نبيل إلى موضوع التحقيقات في آثار اليورانيوم الولايات المتحدة تقول بأنه لابد أن يفصل هذا عن مسألة توقيع الاتفاق إلى أي حد هذه ثابتة لدى إدارة بايدن بأنه لابد من استمرار التحقيق في هذا من أجل عدم مواصلة إيران الوصول إلى سلاح نووي هذا الآن بسبب الضغط الإسرائيلي يعني بسبب الضغط الإسرائيلي ولكن الآن لأنه تعلم إيران رجعت إلى الوراء ظلت تنح على هذه المسألة ومسائل أخرى كالضمانات والعقوبات على بعض المسؤولين والحرس ولكن الضغط الإسرائيلي كان هائلا وخصوصا ليس فقط رئيس الموساد ورئيس الوزراء ومسؤولين إسرائيلي بل الحقائق التي كشفوها ومن هنا أنا أعتقد أنه الآن تأجل الاتفاق إلى نوفمبر لأنه الشتاء وحاجة أمريكا في الانتخابات الكونغرس والحاجة الإيرانية لمعرفة الضغط الأكثر لأنها تعتقد أنها تصل إلى مستوى كبير وقريب من العدب النووي شكرا جزيلا لك من لندن الدكتور نبيل حيدري الكاتب المتخصص في أشيان الإيراني